كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن السبعة الذين يضلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جماعة من صحابته وأراد أن يذكرهم الآخرة ويذكرهم بمشاهد من البعث والنشور وكان من بين الحاضرين سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه هو راوي هذا الحديث وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحاب في الله اجتم عليه وتفرق عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان ورواه الإمام البخاري ومسلم ورواه أبو هريرة رضي الله عنه يحكي عن هذه المشاهد ما الذي يقع يوم القيامة القيامة هو أمر واقع وحتمي إنكم لتموتون كما تنامون وإنكم لتبعتون كما تستيقظون فنحن كل يوم نموت ونحيا الموت الصغرى النوم العميق هو موت الصغرى ولما نصبح في الصباح الباكر هي بعث ونشور جديد لهذا نقول في السنة حينما نستيقظون النوم نقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور مقصود الحديث أن يوم القيامة سيكون يوما مخيفا على الذين لا يؤمنون وهو يوم آمن مطمئن على أهل الإيمان واليقين فيه تتبدل الأرض والسماوات إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكذرت وإذا الجبال سيرت وإذا الوحوش حشرت مظاهر الكون كلها سوف تختلف وكلها سوف يقع فيها تبدل والشمس تدنو من الرقاب بمقدار شبر والناس يبعثون على أرض لم يعصى عنها الله قد أبدا أرض بيضاء ناصعة طهرة يجمع فيها الله تعالى الأولين والآخرين كم عدد البشر؟ ملايير الملايير نحن الآن في الكوكب الأرضي سبعة مليارات وأما ما مر في التاريخ هو ملايير الملايير وما قد يأتي بعد علم الله تعالى لا يعد ولا يحصى كل الخلائق يحشرون شفاة عوراة غرلا غير محجلين غير مختنين مختلطين ذكورا وإناتا وكل يقول نفسي نفسي الشمس تدنو من الرقاب بمقدار شبر هناك من يصل العرق إليه عند كعبيه ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه ومنه إلى حقويه ومنه إلى صدره ومنهم من يغمره العرق العرق كبير من شدة الانتظار إن يوما عند ربك كألف سنتين مما تعدون وقد قال الشاعر قديما افرح فسوف تألف الأحزان إذا شاهدت الحشر والميزان وسال من جبينك المسيح كأنه جداول تسيح مشهد مخيف ومرعب حقيقة هنا في هذه اللحظة ستظهر الكرمات وتظهر الرحمات على أهل الإيمان وعلى أهل اليقين منهم هؤلاء السبعة الذين يضلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله قال سبعة وإن كان علماء الحديث يقولون بأن العدد هو أكثر من سبعة هو أعداد كثيرة وكثيرة لكن الله تعالى أردنا أن نركز على هؤلاء السبعة يضلهم الله تعالى تحت ظل عرشه الحر المفرط والشمس المحرقة والعطش الشديد وسنين تمضي وأنت وقف في مقامك لكن إذا كنت من هؤلاء السبعة فإنك ستستضل تحت عرش الرحمن ولن يصيبك أي مكره من هؤلاء السبعة أولهم قال إمام عادل إمام عادل قد يكون حاكم من الحكام يحكم بالعدل بين الناس ولا يظلم وقد يكون مسؤول على قطع معين مدير مؤسسة رئيس مجلس رب أسرة يعني كل من كان مسؤول على قطع معين وكان يسعى أنه يحكم بين الناس بالعدل ولا يظلم فهو يسمى إمام عادل فالزوج في بيته وهو رب أسرة يسمى إماما عادل ومدير المؤسسة تعليمية أو إدارية يسمى إمام عادل في ملكه في ما يملك مدير الشركة أيضا ولكن الإمام العادل هو ينصرف بالأساس على نظام الحكم يعني قد يكون هناك دولة أو إقليم معين فيه رئيس يحكم بين الناس بالعدل لأن الله يحرم الظلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا فالعدل قيمة عظيمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان العدل مرتبة والإحسان مرتبة أعلى هذا هو أول من يكون من الفرقة الناجية إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله لماذا قال شاب لأن مرحلة الشباب هي ليست كمرحلة الكهولة أو الشيخوخة وأنت شاب تكون وسيم وتكون فرحا نشطا مقبلا على الحياة حتى الهرمونات التي عند الشاب هي نشطة وحركية ومتواهجة فهو قابل للإشتعال قابل لأن يقع في الخطيئة بخلاف الكهلي أو الشيخ الكبير هذا ما عنده مسوغات لكي يقع في الخطايا فالشاب إذا كان مازال صغير ويصلي ويعبد الله ومتقي هذا سبحان الله ينال هذه الكرامة ربنا عز وجل ينجيه ويجعل له يوم القيامة ظلا ظليلا يحفظه الله تعالى من المخاطر للبعث والنشور ثم قال ورجلان تحب في الله اجتمع لي تفرق عليه يعني رجلان ما عندهم علاقات تجارية ولا عندهم أسهار ولا عندهم قربات دموية ولا مصالح دنيوية هم تحبوا في الله كل واحد ينتمي إلى إقليم أو إلى منطقة ولكن تحبوا في الله هاداء هؤلاء ربنا عز وجل يكرمهم بماذا أنه ينجيهم ويضلهم تحت ضل عرشه حتى قال صلى الله عليه وسلم قال إن لله أناس ما هم بالأنبياء ولا بالمرسلين يغبطهم الأنبياء والمرسلون من منازلهم من الله فقام أعرابي وأشح بيده يا رسول الله منهم منهم ففرح النبي الكريم بسؤال الأعرابي فقال لهم هم قوم تحبوا في الله تحبوا في الله لا على أنساب ولا على مصالح يعني بعض الناس تكون عندهم المحبة إذا كان ينتمي إلى حزب سياسي أو إلى نقابة عمالية أو إلى جمعية أو إلى إلى دوار أو إلى منطقة محددة يعني عندهم علاقات منفعية لكن الحب المقصود هنا هو الحب في الله لا علاقة لك معه لكن تحب في الله لأنه يذكرك بالله ثم قال ورجل ورجل ذكر ربه خاليا ففاضت عيناه من خشية الله رجل يذكر الله تعالى بعيد عن الأنظار لأن هناك من يبكي أمام الناس وكأنه يتظاهر وقد يدخل إليه الرياء وهو لا يدري الرياء هو الشرك الأصغر أما هذا فقد ذكر الله خاليا دخل إلى بيته وأغلق عليه الأبواب ثم صار يقرأ القرآن ويناجي ربه فشعر بالخشية فدرفت عيناه هذا ربنا يعطيها للكرامة ويجعله من الذين لا خوف عليهم ولهم يحزنون أيضا يدخل في رحمة الله الواسعة وصدق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم حينما قال ثلاث أعين لا تمسها النار أبدا عين بكت من خشية الله وعين حرصت في سبيل الله وعين غضت عن محارم الله فالعين التي تبكي من خشية الله الله عز وجل يعطيها كرامة الضل يوم القيامة ثم قال ورجل قلبه معلق بالمساجد المساجد هي بيوت الله النسوى عادة قلوبهم معلقة إما بالمقاهي وإما بالمطاعم وإما بالمسارح وإما بالملاعب أو أي شيء فيه الملاهي النسوى عادة هكذا يحبون الأسواق ويحبون الملاهي لكن هذا قلبه معلق بالمساجد دوما يتشوق لسماع الآذان فتراه مهرولا إلى بيت من بيوت الله كل مرة تجده في مسجد يصلي ويركع ويسجد قلبه معلق بالمسجد هذا حبيب الرحمن أيضا ينال هذه الحضوة ويضله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ثم قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه المتصدقون كلهم لهم أجر وثواب كبير وعرض لكن هذا بالخصوص عنده أجر مضاعف لأنه لما يتصدق يخفي الصدقة هناك من يظهرها جميل أن تظهر الصدقة إذا كان غايتك هي أن تحفز الناس على العطاء وأن تنشر قيم الخير هي مطلوبة وأما بنعمة ربك فحدث إظهار الأعمال الحسنة مطلوب إذا يستأمن الأرياء لكن إذا أخفاها أراد أن يبقى الإخلاص بينه ومين مولاه ربنا يضعف وإن تخفوها هذا أجر أكبر فهذا الرجل حينما تصدق دائما يخفي صدقته ولا يعلم أحد أبدا أنه تصدق إما يعطيه هو في الخفاء وهناك من يسندها إلى غيره في بعض الصلحاء يسندها إلى غيره قد 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 هو تاجر كبير ثري يسندها إلى فقه من الفقهاء أو عالم من العلماء أو صغن الصلحاء يقول لها أنا أريد أن أختفي وأنت تكفل وقل لهم هذه من من رجل من أهل الله أعطاها حتى يأمن هذا الرياء والآخر يأمن ليست ماله هو فقط غير وسيط ليوسع على الناس ثم قال في السابع رجل دعتهم رأة ذات منصب وجبال فقال إني أخاف الله رب العالمين هذا السابع يعني إنسان هو وقع في إغراء وهذه المرأة ليست كأي مرأة إنها مرأة في غاية الجمال ذات منصب وجمال يعني وعندها سلطة وعندها مال وهي جميلة جدا وهو قد أعجب بها يعني كل أمور مواتية للوقوع في الحرام لكنه ينهى النفس عن الهوى من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يقول ربنا عز وجل يسمعني ويراني وأخشاه فيتراجع تقول له المرأة هيت لك تهيأت لك كما وقع لسيد يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فالرجل الذي حارم نفسه رغم أن مرأة تدعوه إلى الخطيئة وهي الجميلة وهي دات منصب ومع ذلك يتراجع ربنا ينظر إليه يباهي به الملائكة فيعطي هذا الامتياز يضله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله هم ليسوا سبعة فقط الذين يضلهم الرحمن تحت ظل عرشه هم كتر أعمال كثيرة من أعمال البر لكن هذه السبعة بالخصوص أراد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ينبهنا إليها أننا نحافظ عليها هو في الأصل ينبهنا إلى القيم القيم الإنسانية العليا فالإمام العادل هذه قيمة العدل قيمة العدل قيمة عظيمة والشاب الذي هو نشع على عبادة الله هذه قيمة الاستقامة وقيمة التربية الإيمانية وذلك الرجل الذي يخفي الصدقة هذه قيمة التواضع وعدم الكبرياء والخيالاء والعجب على الناس والتفاخر بينهم قيمة أخلاقية عظيمة الرجلان الذي تحب في الله اجتمع عن يتفرق عليه هذه قيمة محب أعلى قيمة قيمة محبة والمحبة هي ليست على طمع بل محبة لله وحده لا شريك لا قيمة عظيمة والذي ذكر الله خاليا ففاضت عينه هذه قيمة الإخلاص إنسان مخلص وقيمة الخشية يخشى الله تعالى وكذلك الذي قلبه معلق بالمساجد هذا قيمة إيمانية روعة يعني حبه لله تعلقه بالله كلها قيم فنحن مطالبين أننا نزرع القيم في الدنيا حتى إذا ما انقضى العمر وانتقلنا إلى الحياة التي تنتظرنا حملنا معنا هذه القيم وسوف يجسدها الله تعالى مخلوقات قيل أن أحدهم في هذا المشهد المرعب المخيف يوم القيمة فر عنه العائلة والأحباب والأقارب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فر عنه لا أحد يقترب منه ليقدم له المساعدة إلا شيخ هرم مسن ضعيف مريض قال لي أنا سأكون معك قال لي مرحبا أريدك أن تغيثني ولكن أرك ضعيف وأرك نحيل وأرك متعب من أنت قال لي أنا عملك أنا عملك عملك الضعيف لقد أضعفتني لقد أنهكتني فلم أستطيع أن أقدم لك أي إغاثة أو خدمة في حين أن مؤمن أخر لما وجد هذا اليوم العصيب وفر عنه العائلة والأقارب والأحباب وبقي وحيدا جاءه مخلوق جميل قوي طويل عريض مبتهج قال لي أنا سوف أقدم لك ما تشاء قال لي من أنت قال لي أنا عملك صالح لقد قويتني لقد كنت تسقيني وترويني وهاء أنا دا اليوم أنفعك العمل الصالح يتجسد في المحشر بل ويتجسد حتى في القبر لما يكون ويسد في قبره وعائلته يضعونه ويرجعون وينادي ويحكم إلى أين أنتم داهبون بي أطابت أنفسكم أن تحتوا علي التراب راح العائلة والأولاد والأحباب وتركوا حبيبهم الميت في قبره وحيد هناك سوف يأتي له هذا المخلوق إذا كان مؤمنا مخلوق جميل يقول أنا أنيسك يقول أبشر أبشر من أنت الذي أنستني إذا كان أولادي وأحبابي وأقارمي تخلوا علي ورموني هنا وحتوا علي التراب من تكون أنت يقولي أنا عملك الصالح فطوبى لمن عمل صالحا فيا أيها الأحب الكرام الدنيا ثانية وتسير بسرعة فائقة للوصول إلى النهاية لكي ننتقل إلى الدار الآخرة علينا أن ننتبه انتبهوا أيها الأحباب الكرام ولتشغلوا أنفسكم بالدنيا وهمومها ومشاغلها خذوا منها ما يكفيكم وركزوا على العمل الصالح الذي ينفع غدا يوم القيامة الذي نسأل الله أن لا يكن فيه لا خزي ولا ندمه نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عباده الراشدين قولوا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مجتمعي الأفاضل ويسعدنا أن نستقبل مكلماتكم نبدأها من الرباط معنا للأمينة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يجزيك بمؤخرة سيدين عنده يجوش أسئلة سؤال الأول بديتي في المقدمة ديالك ديان الرجل إذا دعتهم رأى الرجل إذا تصدقى رجل لأنك العيالات ده برطي صدقوة العيالات كا يدعوهم الرجال واشهد الكلمة ديال الرجل كالطابق على المرأة وعلى الرجل كلاهما ولا غير على الرجل بوحده نعم والسؤال الثاني اللي يخليك ما الفرق ما دينا الصدقة والسحة صدقة مثل سامير قالهم الله ما تقتلوا عليه زيدا إنه سخي والله يحب الأسخية والسحة يشفع لصاحبه يوم القيامة نعم ما بين ما بين السحة والصدقة وخال الله بإذن الله أمينة جزاك الله أسخير جزاك الله بإذن الله سيدين الله يجزيك الله بإذن الله وشكرا لصاقم كله العفو لله بارك الله وفيك للأمينة والجواب هو أن الحديث فعلا ذكر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر كلهم رجال كلهم رجال إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله رجل تصدق بصدقة رجل ذكر الله رجل قلبه مع المساجد رجل دعته مرأة يعني كلهم رجال هل المرأة ليس لها نصيب؟ أبدا اللغة العربية هي من قواعدها أنه إذا ذكر عمل فيه رجل ينطبق على المرأة إلا إذا كان على وجه الخصوص فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام فليس هناك فرق من رجل والمرأة إلا ما كان بالخصوص كأن تكون مسألة عن علاقة بالإنجاب علاقة بالولادة علاقة بدم الحيد هذه أمور خاصة بالنساء فإذا ذكر في اللغة العربية رجل أو مرء فالمقصود به ينطبق على الرجال والنساء سواء حتى المرأة كنا المرأة العادلة وكنا المرأة شابة نشأت في عبادة الله وكنا المرأة التي دعها رجل ذو جمال ومال ومنصب فقالت له إني أخاف الله رب العالمين وكنا المرأة التي ذكرت ربها خالية ففضت عينها من خشية الله وكنا المرأة التي قلبها معلق بالمساجد وكنا المرأة التي تتصدق بصدق فتخفيها حتى لا تعلم الشمال وما أطفقت يمينها فالمسألة هي تشمل الرجال والنساء لأن ربنا عز وجل سوى بينهم أما قضية الفرق بين الصدق والسخاء الصدق هو عمل يتقرب به العبد إلى ربه حسب قدرته لكن السخاء هو درجة عالية من الصدق السخاء هو البدل والعطاء بغزارة هذا كان من العدل والإحسان العدل هو مقام القيمة للعدل لكن الإحسان هو مرتبة أعلى كان زيد في العدل وأحسن كذلك الصدقة هو وحد العمل رفيع لكن السخاء هو زائد الصدقة كتعطيه وبغير حساب حال مثلا لما أحد الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره وجد عنده وادي من الغنم سيدنا النبي في أول عمره كان فقير في آخر عمره مع التجارة والعمل الله تعالى أغنى فلما رأى ذلك الأعرابي هذا الوادي من الغنم غنم كثير تسأل لمن هذا الغنم فقل له لمحمد النبي فتحجب قال هل أنت نبي وتملك هذا الوادي من الغنم قال لي أي نعم أملكه قال لي هل أعجبك قال لي أي نعم أعجبني قال لي خده فهو لك فتحجب الأعرابي قال والله هذا هو خلق الأنبياء في الأول ما صدقش بأن النبي يكون عنده الغنم يكون تاري الأنبياء يكون فقارا هذا لماذا عنده أمان لكن لما قالوا هل أعجبك خده فهو لك تأكد بأنه نبي لأنه في السخاء فذهب إلى قومه وقال يا قوم إن هناك ببلاد العرب نبي ينفق ولا يخشى الفقر يعطي بسخاء السخاء السخاء هو صدقة متى كان عندك الوادي للغنم شو أحطلب منك صدقة تعطين أعجاب ولا جوج هذه صدقة لكن تقول لي خذوا كامل هذا سخاء فهي مرتبة علية كت تسفو بها الأنبياء المرسلون الأولياء اللي يزهد في الدنيا ومثلي بأنها كلها لا تسوي شيء فهذه مرتبة لا يعطيها الله إلا لمن أحبه من خلقه حفظك الله ورعاك للا أمينا نتحول يا رب يا رحمة يا رحمة يا رحمة وكنت منك الضورينا في الضوار ديانا وجيشو في المددينة بالأي ذيالك إن شاء الله الضورينا إن شاء الله بنتي فاطمة إن شاء الله إن شاء الله وكشيرك شكرك وسمعوني لك أنا فاشدويت معاك وكيد داعوا معاك ونسب الزفنا كتفنتوا عليك جزاك الله ألف خير جزاك الله جميعا وكن شكراكم على هذا البرنامج وكن شكرا ميد راديو كاملة ودعيم مع الواليد ودعيم مع جميع المسلمين إن شاء الله وبغاية من مرد يلك الخاصة عمي الله الحمد للواليدين وخبت فاطمة أنا عنده زجل للستوديو إن شاء الله يطلق الرقم بإذن الله بإذن الله وللا فاطمة الحمد لله أهل الخير تكونوا هنا وهنا وهناك ربك سخرهم سبحانا من سخر هذا لهذا وهذه الناس لسعدكم هما في ظهر الغيب تصدقوا بصدقة فأخفوها حتى لا تعلم الشمالهما أنفقت زمينهم نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم وأن يخلفها لهم بالعشرات والمئات والألاف والملايين وأن يكون يوم القيامات تكون لهم شفاعة وتكون لهم ظلا ضليلا في عرش الرحمن وجميع الناس لك يتساعدوا بعضيتهم هنيئا لهم لك يتساعد رهنيئا له اللي عنده السخاء اللي عنده العطاء خصوصا هالناس لك نسمع لهم بعد مرات كل مكفوفين اللي عندهم إعاقات اللي عندهم عملية جراحية إنسان غريد دعي الله تعالى أنا أريد أن يسخر له هذا الصاحب الخير روى يسوقه إليه الله سوقا الله يسوق بعض الناس بعضهم لبعض يعني بلا وسيطة بلا ما ندخل في الوساطات أنت دق الباب من يتحتاج أحسن طريقة بلا ما تلجأ الوساطات هذا عاوني هذا ديليا هذا فعل أحسن طريقة بجتوصل المطلوب ديالك هيك أنك غتستيقظ في جوف الليل والناس نيام في تسمى وقت الغفلة وغتوضى وتصلي ركعتين خاشعتين وتطيل السجود وتناجي رب الوجود يا رب إني فقير فاغنني وإني مريض فشافني وإني كذا وكذا لأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله في الثلث الأخير من الليل فينادي هل من صاحب حاجة فأقضيها له هل من مستغفر فأغفر له هل من داعين فأستجيب له هذا كتسمى وقت الغفلة الناس ناسين للعاقل والراشد والحكيم اللي بغش حاجة استعصت عليه رأى الطريقة سهلة مهلة وهي أطفق قبل الفجر وتبقى تناجي المولى عز وجل اليوم وغدا وبعده حتى قد تشوف العجاب العجاب أسأل الله تعالى أن يجازي الجميع خير الجزاء وأن يبارك فيكم ويحفظكم ويرعاكم نتحول إلى إقليم مجدة معنا للأسامير أهل والسلام عليكم أخوية الدكتور وعليك بسلام حيك الله للا يا مرحبا شكرا لكم جيدا الحمد للرب نشكروه وإلى الحمد للباس الحمد للباس والحمد لله يا أخو يسمي النار تكونوا ديمة لباس وجميع الناس يكونوا لباس أمين وطلبوا الله يفرج على جميع المسلمين يفرج عليهم ربي سبحانه هذا نهار لعبين يطلبوا الله لواحد الأحد يا ربي يا كريم سوف يا أخوية كريبان أنا بغتت نسولك على واحد سؤال واحد الآية من صورة كوير يقول الله ربي سبحانه وما صاحبكم بمجنون ما هو إلا قوله رسول كريم يعني سبب النزول صح يعني قوله رسول ناس دماج بيل عليه السلام ولكن تكون صاحبكم بمجنون نعم إياها بنت إيا لله هذه الأيام بغتت نفهمها وعطني الله وعطني مني مرة ديالك الخاصة الله يخليك بغتت نسولك وخل الله بإذن الله إياه لأدفك بالخير والله يفرحك بارك الله فيك أنا عنده سبستندار إن شاء الله أخليكم توسط بإذن الله شكرا لك على هذا السؤال وجه هو التأمل والتدبر في كتاب الله وأعظم العبادات وأنت تقرأ دون من تأمل فيما يقال وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين هذه تهمة تهم بها الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن النبي الكريم في الأول كان راعي الغنم وكان يتيم وكان لا لا يخالط الناس في تقاليدهم وأعداتهم لأنه من أمر الجاهلية كان يعتزل وكان يدهب إلى غار حراء ويتأمل ويتدبر في هذا الملكوت ويتساءل من خلق هذا الوجود حتى كان يقال محمد عشق ربه وبعد فترة وقف أمام الناس لما قال الله تعالى فاصدع بما تؤمر جمعهم وقال أيها الناس لقد تواصل معي ربي يعني هذا كلام كبير أي واحدة ما الآن جاء عندك قال لك أنا تواصل معي يا ربي قد تقول لي إشنا هو الدليل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الدليل أعطاه الله البرهان ما هو البرهان هو القرآن الكريم لأن العرب معروفين بالفصاحة وبالبلاغة وبالبيان وعندهم ما يسمى بالمعلقة السبع لهي أعظم شعر قيل في التاريخ كان يكتب على رق الغزال بماء الذهب وكان يعلق على أسطار الكعبة وكان الناس يفتخرون به كلام عظيم وقوي منهم مثلا قولهم ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي فمنهن سبق العادلات بشربة كميت متى تحل بالماء تزبدي وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضاء للسورة المتوردي كلام هكذا قوي عند العرب فلما جاء القرآن تحداهم وقال لهم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضغيرة ثم قال لهم إيت بعشر آيات من مثله مفتريات ثم قال إيت بآية واحدة آية واحدة ما قدروش وأصغر آية هي الكوثر إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تحدهم ولم يستطيعوا لكن العرب ماذا قالوا قالوا عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا شاعر في الأول قالوا هذا شاعر إنه يتقن اللغة رغم أنه كان يخفيها عننا ملبات قالوا لا إنه كاهم نعم هذا كاهم هذا كيتكلم على الروحانيات وكيتكلم على عالم الغيب إنه كاهم ثم قالوا لا هذا صاحب زعامة هذا يبحث عن زعامة سياسية ليحكم الناس ويوجههم يعد والرئيس هو الحاكم ثم آخرين قالوا لا لأنه مجنون خصوصا لما وقعت وقاعة الإسراء والمعرج قال لهم بأنه ذهب من مكة المكرمة إلى بيت المقدس في فلسطين يسمى إسراء ثم أعرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلا سبع سماوات انطباق كلها اقتحمها إلى أن وصل إلى السماء السابعة إلى أن وصل إلى مقام مقام قاب قوسين أو أدنى ثم وصل إلى مقام إياك نعبد وإياك نستعيد ثم وصل إلى مقام الحضرة الإلهية وهناك كلمه ربه تكلمة ورأى جبريل ولقد رأاه بالأفق المبين رأى جبريل عليه السلام فلما عاد لا راه على صورة الحقيقية ورأى الملكوت الإلهي فلما عادوا قال لم رأيت ورأيت ورأيت قالوا إن هذا لمجنون هذا هو الجنون الحقيقي بعضهم قال لا إنه كان يحلم هذه رؤية مدامية والبعض الآخر قالوا هذا حمق وجنون ولهذا وقعت ردة أول ردة تقع في الإسلام هي في وقعة الإسراء والمعراج بعض نسي الله آمن ثم ارتدوا لماذا قالوا إنه لمجنون فاتغموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون الآن الآن أكبر عقلاء العالم في جميع تخصصات العلمية في اللغة في الأدب في الشعر في العلوم البحثة كيمية فيزياء في الطب في علم الأجنة في طبقات الأرض طبقات الجو في علم الذرة والمجرة كل العلماء في المنطق الرياضي والفيزيائي كلهم يخضعون لعظمة القرآن الكريم ويعلمون بأنه كتاب رب العالمين وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مبلغا عن الله ولم يكن مجنون سينا النبي كان يتأثر بهذه الكلمة لما قالوا عنه مجنون تأثر ويقول الله تعالى الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وإن لك لأجرا غير ممنون ما تسمع لهم ما تسمع لهم ما تلقى النقد النقد موجود والكلام الجارح ما تسمع لهم ودبا الآن كلام القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة يعني العقلاء الكبار يخضعون أمامها يعني غير آية قرآنية محدودة إلى قريتها مشيكها القرآن كله غير آية غير واحد أربع خمس آيات تعلموا بأن فالإعجاز أي كلمة معجزة أي كلام معجز أي كلام ما لكم إذا قل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض ثاقلتم إلى الأرض هذا كسم التصوير الفني هذه الكلمة ثقيلة قال عنها سيد قطب رحمه الله في دين القرآن قالك إنها لتزين طنا من الأذقال والناس عارفوا بأنها غير كلمة عاد عارفوا المعنى ديالها لما الإنسان يريد أن يخرج من الغلاف الجوي يلقى بأن هناك الضغط الجوي على الصدر لقف الصدري وكلام عظيم هذا كلام عظيم في كل المنطقة كل كلمة قرآنية إلا وفيها دلالات وعبر فنفى الله تعالى عن نبيه كلمة الجنون خصوصا لما كان يأتيه الوحي لما كيجي الوحي كان يسمع له مثل أزيز المرجل أو أزيز النحل كنتم جي عنده جبرايل كنتم جي عنده جبرايل يسمعه يقول أن نبي يوحى إليه من لك يكون هناك شي جدال أو يكون شي نقاش وكيبغي يجي الوحي سيدنا النبي وقف حتى كيسمعه الصوت ذلك الساعة سيدنا النبي كيبقى عليه بحلة واحد نظرة كيبقى عنده لغوغارد فكس كيبقى يشوف واحد يشوفها عميقة كيقوله أصابه صرع أصابه صرع لك سارة بلي جبرايل عليه السلام وجاءه بالوحي الثقيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة وكان كيجي الوحي ثم بعد لحظة كيعد كله عرق يتصفض عرقا ثم بعد ذلك يقوله أسري عنده هذه الأعمالية كتجي تلت تلت تواني أربع تواني كتجي الحالة ومن لك كتمشي الحالة كيبدي يروي يروي القرآن كيبدي يقول يقول آيات قرآنية كثيرة كلام معجز بحال مثلا ذلك المرأة اللي قتلي يا رسول الله إن زوجي قد تزوجني وأكل الشبابي ونطرت لهما في بطني حتى إذا بلغ مني العجزة إذ ظهر مني أتره قد طلقني قال نعم طلقك يا رسول الله كيف طلقني ونا عندي معه أولاد إن ضممته إلي جاعوا وإن ضممته إليه ضاعوا يا رسول الله قال لا لست أدري ويجي لوحيدك للحظة قالوا اسكتوا إن النبي الآن يوحى إليه كتجيب حلحة سرع ثلاثة واني أربعة واني قالوا النبي الآن أسري عنه تدفس السعادة وقال أين المرأة قالت ها أنا دا يا رسول الله قال يا أخوي له لقد أمزل فيك وفي صاحبك قرآن فنزل قوله تعالى من سورة المجادلة أو المجادلة بعد بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وجدت الآيات القرآنية عظيمة في ثلاث دقائق أو ثلاث ثواني جه الوحي خرج منه هاد الكلام العظيم هاد الكلام الآن معجز إحنا كان لقوا بأنه غير نص قانوني إلا بغينا يصدر في البرلمان خصنا مجاليس ودوريات ونقاشات وحوارات وخصنا الدباجة والكتابة وعيد الطباعة باش في الأخير خرجونا واحد نص قانوني ونتفق عليه أما الكلام اللعز في ثلاث ثوانيك ينزل آية قرآنية تتلى إلى يوم القيامة ولا زال الناس مندهشين في عظمة القرآن وجلاله فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت أعين الله فصلوات الله وسلامه عليه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أته الله اليقين نطلب الله سبحانه وتعالى في اليوم المعظم المكرم أن يرزقنا شفاعة النبي اللهم رزقنا شفاعة هذا الرسول اللهم يا رب سقنا شرمة ماء من حوضه لا نضمأ بعدها أبدا اللهم يا رب اجعلنا من جلسائه يوم القيامة وارزقنا النظر إليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رحمن الرحيم نسألك أن تفرج الهم عن المهمومين وأن تنفس الكرب عن المكروبين وأن تقضي البينا عن المدينين وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا المغرب وأن يجعله فيه السخاء وفيه الرخاء وفيه الإزدهار وفيه الرحمة وفيه المودة وفيه الترحم ونسأل الله تعالى أن يحفظ الأمة الإسلامية جمعة وأن يجعلها خير أمة أخرجت للناس ونسأل الله تعالى أن يكون وليا ونصيرا لإخواننا في فلسطين نسأل الله تعالى أن يحقن دماءهم وأن ينصرهم على من عداهم نصرا مؤزرا نسأل الله تعالى أن يحفظ إخواننا في فلسطين ونشيد بالموقف الملكي السامي لأمير المؤمنين الذي استنكر بشدة ما وقع فيه بعض المتطرفين الذين أساءوا في ليلة الأمس ببيت المقدس الطاهر دنسوه وأساءوا إليه وقد وقفت المملكة المغربية موقفا عظيما وشغما واستنكرت بقوة هذا الفعل الشنيع نسأل الله تعالى أن يوحد المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يقوي شوكتهم وأن ينصرهم على من عداهم ونسأل الله الكريم في يوم الجمعة أن يرحم أموتنا أجمعين اللهم ارحم أموتنا اللهم يا رب اجعلهم في قبورهم آمنين مطمئنين اللهم يا ربي واجعلهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اصلح أولادنا وبناتنا اللهم اصلح بين الأزواج والزوجات اللهم ألف بين القلوب اللهم يا ربي يا كريم يا فالق الحب والنوع اعطي لكل منا ما نوع وفوق ما نوع وتجاوز عنا خطيانا يا رب وقد جمعتنا على آثير هذه الإدعاء اجمعنا قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة وفي مينا ومزدلفة ويوم القيامة اجمعنا في الفردوس الأعلى مع خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسون أولئك رفيقا قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم شكرا شكرا